يتلقى مرضى قطاع غزة بمختلف حالاتهم الصحية العلاج الأمثل في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطاني من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة يتلقى مختلف المرضى من قطاع غزة العلاج والرعاية المثلة التي تضمن لهم عودتهم إلى الحياة الطبيعية احنا تشرفنا بزيارة واستقبال عدد كبير من مرضى من أهلنا الفلسطينيين جاي من قطاع غزة معظم هؤلاء المرضى تم تشخيصهم وكانوا بيأخذوا علاج لمرض السرطان الغالبية العظمى من هؤلاء المرضى مشكلتهم الأساسية انقطاعهم عن العلاج لمدة أكثر من ثلاث شهور مما سبب بتدهو رضعهم الصحي والحاجة لتدخل عاجل لإجراء تقييمات خاصة وإتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال اللاج كيماوي أو الإشعاعي أو الجراحي تقوم المستشفيات في الدولة بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للمرضى من قطاع غزة والعمل على توفير احتياجاتهم الشخصية وتلبية متطلباتهم كافة والذي يعكس نهج دولة الإمارات والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني على طول أول مجينا ودونا على المستشفى وعالجونا وعملوا تحليل وأنا كنت حاملة في الثامن وولدون هنا ورحرهم ما سبوني شوانا يعني ولادة يعني من يوم ما جيت تبعوا حملي وكان يتبعوا ابني توجهات المستشفيات بتقديم الدعم والمساندة لإهالي قطاع غزة في الظروف التي يعيشونها بسبب الحرب الراهنة كما تم العلاج ضمن أفضلي معايير الرعاية الصحية أنا احنا كمرضى سرطان أنا مريض سرطان قطعت بنا السبول يعني احنا كمرضى سرطان في قطاع غزة بعد قصر في المستشفى الوحيدة اللي كان بيخدم كل مرضى سرطان في قطاع غزة الدولة الوحيدة اللي استقبلتنا وكان استقبال رائع بداية معبر رفح إلى أبوظبي ولم تكتفي المستشفيات في دولة الإمارات بعلاج المرضى من قطاع غزة بل قامت بعلاج مرافقيهم ممن يتطلب رعاية صحية صدفة للأمانة مش مجاملة أنا كنت مرافق لأخي عيني هاي بتجعني فبالصدفة ورحت للدكتور كذا كذا الموجودين بأحكي له بقوله عيني لأنه بقول لي أمر نزلوني تحت في الطوارئ واخدوني لدكتور خاص وعالجوني لعيني وعالجوني برضو كنت أشك من رجلي في الأعصاب وعالجوني للأعصاب برضو اليوم سورت صورة وأعطوني علاج هذا هو نهج الدولة في مد يد العون والمساعدة بمختلف الطرق لمن يحتاجونها جاء علاج المرضى كأحد الخطوات المتمثلة في مبادرات الدولة الإنسانية التي تخدم أهالي قطاع غزة وتخفف عنهم مصابهم